تونسية فادي بن عثمين مسرح أوبيرا تونس قطب الموسيقى والأوبيرا باعتباره المدير الفني سعيدا جدا باستقباله معنا في هوين عربي وأكيد الحديث بشكون على أنشطة القطب في الصيف وأول عرض يمكن بشيء يتمطع به الجمهور هو كارمان خلني أخذ تفاصيل أكثر على هذا العرض مع فادي بن عثمين مرحبا بيك على موجات الإذاع الوطنية التونسية مرحبا بيك ومرحبا باستاذ المستمعين كما تفضلت قطب المسرح أوبيرا تونس جيكون حاضر في مختلف المهرأة جانت الكبرة في تونس جيكون حاضر في الجم في حماماته في كارتاجي كما كل عام نوركسر السمفونية تونس يفتتح المهراجين موسيقى السمفونية بالجم والنمارة هذي دماند سبيسيك من سيمان بروك العيون يالنحييوه هو صديقنا صديق مصرح الأوبيرا طبسناه قال نحب كارمان في الافتتاح وكان التعاون باش نحقو هالعرض الكبير كارمان اللي هو تعرض أربع مارترات في أوبيرا تونس في شهر فيفري وشهر ماي وكانت خدمة كبيرة هو عرض 100% تونسي بخلاف 16 عزفين يجونا من بره الآلات الميزان ومش موجودين وان شاء الله قاعدين نعملوا باش نغطيو هالمان كذير دونك 150 فنان من بنات الوركسر الكورا الكورا الأطفال المؤدين والراقصين يعني عرض باش يكون مهم برشا انتي قلت تعاوننا احنا والمهرجين حتى نؤمن هذا العرض كيفاش تعاون نحكي شوية في التعاون بين مسرح أوبيرا تونس ومهرجين الجملة الموسيقى السانفونية كيفاش تعاونتو التعاون هو لوجستي تعاون لتمكين عروض ضخمة ماديا منها باش تتم عد الحق الدعاء ناني من وزارة الشؤون الثقافية باش العروض الكبرى تخرج اكزاكتو ما تخرج من العاصمة وتمشي المختلف الولايات وكان هالبالو لاني باش نعونوه هو مهرجين عريق ولازموا دعم لوجستي ومالي وكان هالدعم في هالخطي نظام يعني اول مرة يكون التعاون بطريقة هذي وإلا دأبت وزارة الشؤون الثقافية ودأب القطب على التعاون مع مهرجين الجمل موسيقى سامفونية سيفيدية دعم كان ديما موجود من كسو سواء من الوزارة ولا من تياتر لوبيرا اما هالمره خطروا هذا عرض ضخم فيه برش عباد برشة لوجستيك اممس وحمدو الله بدينينا فيها عن شهرين دجا كوموف كيفيكوى والقطار شدد سكتو شدين ثنية بالكدي لكن المهم جدا مثل هذه التجارب وحضور في مهرجين عنده قيمة وكيمة مهرجين الموسيقى سامفونية في الجم وفي نفس الوقت قطب الموسيقى في مسرح أوبيرا تونس ما عنده كان كارمين كعرض ضخم شو اللي خلق كارمين هو اللي يجد طريقه الى الجم خلافا لبقية العروض اللي ممكن تتعرض في الجم الموسيقى السيبريات يترمي في الجام محشوشو بالدكور و أعتقد أنه حتى نحن في سنوات نحن لكي نعمل نعمل عايدة قبل ولكن عايدة كان 50% أجانب 50% طوانسة هالمرة 100% طوانسة العاسفين الشاف دوركيسر للراقصين المؤدين وعليش كارمان كما قلت لك مبروك العيوني الذي امبريسيوني بالعرض والكباسيتات طوانسة والأداء و أعتقد أن الجمهور بالتهادف و أعطاه شهادة للإتقام في مسحة الأوبرا هذه العوامل ساهمت في أنه كارمان يكون في الافتتاح وي وزاد العباد سورتو قعدة مشاء الله بعد كل العرض يقولوا وقتاش وين كيفاش رانا نستنى و سيونك سيونك سيونتشفوز والله الكلنا فرحانين احنا نستنى أين سنجد القطب بخلاف الجمب سنجد القطب في حمامات في زوز غروث عرض 4 سيزن وهو زادة ونشاركة من قطب الموسيقى وقطب الرقص يعني في الوركاستر ومشاركة من قطب الموسيقى ومشاركة من قطب الموسيقى في نفس العرض في 4 سيزن لديه أفران بفالدي والكوريكراف سياني إتاليان وزادة مشلقوه في إيماجين التخيل هو التطور من يوم القيامة إلى تخيل وصارت فيه برشة حاجات جديدة إن شاء الله بشتكتشفوها الكريم الثليبي وهو شكون الاختتام متع مهرجان حمامات ونشتفالها في كرتاج لـ 21 جوية كارمين بالعربية باللهجة التونسية حلوة ياسر بتقدمتش قبل باللهجة التونسية لا لا أول مرة أول مرة مرة حلوة ياسر هو دجا كارمين بالأوبرا أول مرة أظن في العالم إنه الرقص يكون موجود من الأول للأخر وهذه أول مرة تكتب باللغة العربية وباللهجة محلية بتاع بلد وإن شاء الله تخيب أن تقول لكم شكون والشكوني اللي كتبت عن نص إنه سوربخيز من نجموش نعرفه توا لا تونسية بيانسور بما أنه لهجة تونسية 100% ولا نص نص 100% أبعا جد لأخيات الحبيث كان قتلي نص نص نجم نمشي في ثنية مدام قتلي 100% بش نضيع 100% وإن شاء الله بش نهابط ودي تزور من كالكوزار قل لي الحرف لولمتاع الاسم والحرف لولمتاع اللقب سيهام تعمل فيها قلت خليه سوربريز سيهام بالخوجة قلت خلي سوربريز سيهام نعرف تحب المفاجئين الحرف لول لا لا شيء باهي يا كريمة أصبر من هنا حتى الغدوة بعض غدوة لا أعلم تنشوفوا لشكون اللي بش يأمن كارمين باللهجة تنسيل بشكون نهار 21 جوليا في كارتاج يعني مبدئيا نقولوا أنه لباس معتها عروض مهمة موجودة في المهرجانات يعني بعض من أهداف القطب قاعدة تتحقق أنه تتوزع أعمالكم في إطار مهرجانات وخاصة داخل الجمهورية تتفع لأنه جمهور لأنماط السمفونية أو الأوبرا والناس لم يتعودين ولماذا لا يتعودون وأنهم تتفع لأنهم لديهم الحق لذلك من الأهداف والخروج أنه توصل لهم شيء جديد وشكل لكي يسمعون يكتشفون ويستنسون ونحن نجمو نعمل الجمهور بشوية بشوية وثاني حاجة لماذا كارمين بالعربي تنجم تتونسي هي زادة طريقة لجلب الناس لهالنوه هذيا كي يكتشفون بتونسي سويا فعلا لقدون يقوب شوية بشوية نجمو يكتشفوا يقولوا آه جنر النجم نسمع فينا مهوش متاع إليت ولا متاع طبقة معينة لا متاع نس كل هذا على مستوى تونس قاعدين تتوزع ونشوف فيكم داخل الجمهورية بالنسبة لخارج تونس أين هو القطب بانتاجاته خارج تونس فما اشتغال فما عمل فما حاجة اسمها علاقات خارجية قاعدة تنشط بالقدي وإلا كان جات حاجة مرحبا سينو أنا قاعدين في تونس قاعدين ننشط بالقدي بالقدي فما مالك سبع اللي هي المنصقة متاع العلاقات الخارجية وقاعدة تخدم في خدمة كبيرة وجبار أو يعتها ألف صحة كان موجود في الجزائر في مهرجين موسيقى سينفونية كان موجود وقدمنا عرض وكتبت علينا الصحافة الجزائرية وكتبت عروض مستقبلية وما قاعدين نحكي في الوقت الحالي زاد مسرح أوبيرا تونس كان موجود في الأردن مشي تاني بشي مثلو قدمت مسرح الأوبيرا وزاد كيف كانوا منبهرين حقيقة بالنعم في تونس والمستوى الراقي الذي وصلنا له وهم يحب على الشركات على تعامل ثونائي يمشي ويجي ويمسر كلاس ودائع كنت غادي قدمت الأقطاب الثلاثة ومسر أوبيرا تونس قدمت مسر كلاس في القيادة الأركسترالية مع طلبة في الجامعة الأردنية وكيف كانت تغير رائع بالعكس نحن مفتحين وزاد عمنا والولد عمنا والفرقة الأركستر السامفوني السوري استدعوني بشغوض الأركستر السامفوني وكانت تجارب هيلة ومميزة ومشا معايا يوسف المسعودي لهو كليري ناتيست وزاد المدير الفني الأركستر ويمكن ميساك إن شاء الله يجي لهو شاب الأركستر سيريا لذلك هناك حركة ومشا الله خير القديم نحن مفرح ومهم جدا أن نتوصل كذلك لوسائل الأعلام الحركة الموجودة في قطب الموسيقى والأوبيرا في مسرح أوبيرا تونس شكرا فادي بن عثمان المدير الفني للقطب على وقتك الذي خصصت الإذاعة الوطنية التونسية والحديث معاك كان حول حضور القطب في المهرجانات الصيفية وأول موعد بشيكون في افتتاح مهرجان الجم السامفوني بعرض كارمان 150 من أولادنا وبناتنا بشيكون 200% فيهم 6 فقط من برا خلينا نقولهم 100% مش مشكل في انتظار أني تولي 100% 106% نستنى الجمهور في افتتاح مهرجان الجم للموسيقى السامفونية شكرا ويتواصل اللقاء مع مستمعي الإنسان